نددت الحكومة اليمنية باستهداف الحوثي مخيما للنازحين بمحافظة مأرب وسط البلاد واعتبرت ذلك نتيجة لستمطة دولي إزاء الانتهاكات التي تقوم بها الماليشيا الحوثية وفي بيان له اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن إقدام الحوثيين على استهداف مخيم الميل للنازحين شمال مأرب بقصف صاروخي بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن العميد أنتوني هايورد يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستهتار بجهود ودعوات التهديئة وإحلال السلامة مضيفا إن الهجوم جاء نتيجة للصمط الدولي وعدم وجود أي موقف من استهداف الماليشيا الحوثية للمخيمات للنازحين اشتركوا في القناة